لكم كانت كاشفة تلك الاشتباكات التي شهدتها مؤخراً العاصمة الليبية ترابلوس بين مجموعات مسلحة جميعها يتبع المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية أو هكذا كان يتصور فعلى الرغم من فشل محاولة قوات الزنتان المتحالفة مع بشأغا في دخول ترابلوس بعد أن تصدت لها طائرات مسيرة تابعة لحكومة لدبيبة إلا أن ما جرى يكشف عن قدر غير قليل من هشاشة الأوضاع الأمنية داخل العاصمة الليبية فالأزمة بحسب مراقبين بدأت حين اعتقلت قوة جهاز الردع ومكافحة الإرهاب أحد عناصر الحرس الرئاسي الذين قاموا بالرد باختطاف أحد عناصر قوة الردع لمبادلته بزميلهم لكن رد فعل قوة الردع كان عنيفا جدا وغير متوقع حيث هجمت بالأسلحة الثقيلة على معسكرات الحرس الرئاسي واستولت على معظمها ولم تفلح جهود المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة عبد الحميد لدبيبة وكذلك جهود قائد الأركان في إنهاء الاشتباكات السريعة ما يعكس عدم احترافية تلك القوات وعدم اعترافها بسلطة القيادة التي تتبعها وتتلقى منها التمويل كما كشفت الأحداث عن انقسامات وتحولات لولاءات قادة المجموعات المسلحة في ترابلس والغرب الليبي بصورة عامة فقوات الزنتان بقيادة وزير الدفاع الأسبق أسامة الجويلي والتي كان لها الدور الحاسم في التصدي لمحاولات الجنرال خليفة حفتر لاقتحام ترابلس هي الآن التي تحاول اقتحامها لصالح فتح بشاغة الذي كان بدوره وزيرا للداخلية في حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج والذي طالما دافع عن ترابلس ضد هجمات حفتر وبحسب محللين فإنه على الرغم من توقف الاشتباكات وهدوء الأوضاع الأمنية في ترابلس فإن ليبيا لا تزال تمضي على صفيح ساخن ولا تزال احتمالات تغير الولاءات وبالتبعية تغير توازنات القوة حاضرة ما لم يدرك الليبيون والقوى الفاعلة في بلادهم حجم الخطر الداهم لو لم يتوجهوا سريعا نحو انتخابات حقيقية تضع حدا للفوضى السياسية والأمنية المتواصلة منذ سنوات ترجمة نانسي قنقر